اهلا بكم. اتمنى اتكونوا بخير. النهاردة معنا فتح علبة سريع لكاوية من شركة انكو. طبعا بفترة السابقة عمرت فتح علبة لكاوية من شركة توتل وكانت اربعين واط. انا ليه اشتريت دي? لان الاربعين واط ما كانتش بتشتغل معايا في كل حاجة. كانت يعني في بعض انواع القصدير مش بالسيح. في بعض اجزاء في الحياة اللي شغال فيها مبترضاش تطلع. فمحتاج حاجة تكون اعلى شوية اضرية حارتها اعلى والتسخيم بتاعها يكون افضل. فاشتريت الكاوية دي الكاوية مية واط التانية كاتر بعين. ودي فيها تحكم بطريقة الحرارة. هتجد نفس الشكل ده من شركة توتل او من شركة انكو. لكن انا جربت اه توتل طبعا مرة سابقة. مرة دي هنغير. اه الكاوية دي سعرها حوالي بمتين وخمسين جنيه تلتمية. في كل المحلات. اه نفتحها مبعضينا. او نشوف الاول ايه مكتوب. اه يعني كان بيعني يعني اللي هو تقدر يتحكم في الحرارة. اه طبعا في الانجيز مش احسن حاجة. انا مصري اصلا. انا مصري. اه انزل اكريبة اه بلايك كزا. في حرارة فيها حامل او مسنط جسدي. هو السلك بتاع التانية انا في الصحاب بالفعل شاكتين. الراس هنا كمان اكسر. ايه مفقوق ولا ايه? بحاول استوعب انا ممرة تشوف حاجة مفقوق كده. ايه كزيت انا. انت درجات معاك لحد خمسمية ميتين ميتين وخمسين تلتونية تلتونية خمسين ربا مية خمسمية. يعني بيزيد خمسين خمسين. نلمس بتاعها قوي. يعني قد ده نازل ما فيهاش اجزاء مسلا اللي هو عشان ما تنزلقش. بس الجزء ده مطاطي. حيث ان هو ايه? خشن شوية. اللي هو ايه ما تنزلقش منك. بس يعني ده فتحت بس هلية كده. طبعا بعد تجربتي اه تقدر تسألني في التعليقات انا اجربها. وانت اسألني ايه بعد التجربة ايه راية فيها وكزا. طبعا التاني انا جربتها واكيد شفته ان انا انا عملت فيديوهات تغيير لمبات لفلاشات. فطبعا استخدمتها وكانت كويسة بس انا محتاج حاجة تكون اعلى شوية. لان فيه حاجات ايه مش بتنصهر بسهولة. انما دي ميت وقت اعتقد هتكون افضل. وانا شغلي مش كبير يعني. انا هي مجرد هواية. بس بصراحة ملمس بتاعها جامد. معنا. ده فيديو سريع كلا. تمام الفيديو يكون عجبكم. الحمد سؤال فضل بالتعليقات. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام. نسيت حياة صح? شايفين انتظار هنا? اخذ عشرين سانية. اه اخذ عشرين سانية عشان تسخن. حاجة منتهر رواب. يلا. باي.